في هجوم هو الأكثر دموية منذ أن استولى الجيش على السلطة أعلنت وزارة دفاع النيجر سقوط 29 جنديا في هجوم مسلح غرب البلاد وقالت الوزارة في بيان إن مجموعة من قوات الأمن تعرضت شمال غرب تاباتول لهجوم نفذه أكثر من 100 مسلح وتم خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية كما أعلنت في بيانها أنها قتلت عشرات المسلحين خلال صد الجيش للهجوم هذا وأعلنت السلطات الحداد الوطني على الضحايا لمدة ثلاثة أيام الهجوم المسلح على النيجر ليس بجديد إذ سبق أن وقعت هجمات عدة تركز معظمها في منطقة المسلح الحدودي بين النيجر ومالي وأبوركينا فاسو نتعرف إلى أبرزها الهجمات المسلحة قرب حدود النيجر مع جيرانها ليست وليد اليوم السبق أن وقعت هجمات عدة تركزت خصوصا في منطقة تيلا بيري التي تعرف بمنطقة المسلح الحدودي لكونها تقع في الحدود بين النيجر ومالي وأبوركينا فاسو قبل عامين وتحديدا في الثاني من يناير سقط نحو مئة ضحيات على الأقل في هجمات على منطقة أولام بعد مضي شهرين من العام نفسه استهدف مسلحون عددا من السيارات في سوق أسبوعي بمدينة باني بانجو أسفر عن ست وستين ضحية بعد نحو أسبوع سقط أكثر من مئة واربعين ضحية في هجمات مسلحة على قرى بمنطقة طهوة في مرسى العام الماضي استهدف هجوم مسلح قرى غرب النيجر على مقربة من الحدود المالية وأسفر عن ستين ضحية وفي أغسطس من العام نفسه أسفر هجوم مسلح عن سقوط نحو 42 جنديا ماليا شرقي البلاد على الحدود مع النيجر وابوركينا فاسو وفي الثاني من أكتوبر أدى هجوم مسلح قرب الحدود مع ماليا عن سقوط 29 جنديا من النيجر في هجوم هو الأكثر دموية منذ أن استولى الجيش على السلطة في هذا البلد في يوليو 2023 وللمزيد ينضم إلينا نوكشوت العقيد المتقاعد البخاري محمد مؤمل الباحث الشؤون الأفريقية والاستراتيجية أهلا بك حضرة العقيد يعني بداية كيف تقرأ الهجوم الذي وقع اليوم بالنيجر ومن هي الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الهجوم حسب ما ورد في تقريركم ولو أني كانت تديا صعوبة شوي لأن الصوت كان ضعيف لكن كنت أرى ما يسجل على الشاشة هذا الهجوم يأتي ضمن تزايد كبير جداً في الهجمات التي تتعرض لها النيجر ومالي خاصة منذ التغييرات السياسية الأخيرة التي ترأت في البلدين وكذلك بركنافسه بالنيجر مثلاً خلال تحضيري للقاء معكم تبينت بأن منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 يونيو البلد شهد ما يزيد على عشر هجمات خلال شهرين تقريباً يعني أكثر من هجوم للأسبوع وكلها تؤدي إلى نتائج مضرة جداً لأموات بالعشرات سواء في المدنيين أو سواء في العسكريين وأنا أرى بأن ربما يكون من أسبابه الأزمة السياسية التي يعيش البلد والتي تعيش القوات المسلحة القوات المسلحة قيادتها مشغلة بتسيير الأزمة السياسية مع الدول الأطراع مع الإكواس مع فرنسا مع الولايات المتحدة وربما إذن مع الداخل هذه الأزمة السياسية استغل لها الآخرون يعني أعداءهم وهي الجماعات المسلحة التي توصى بالجهادية اليوم في جماعتين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة وجماعة دولة الإسلامية في الصحراء التابعة لداعش هذه هي الجماعات الموجودة في النيجر شهدت مالي اليوم جماعات أخرى مسلحة جماعات الطوارق التي كانت في تمرد ضد الدولة المالية واتفقت معها اتفاقات واليوم هذه أعادت إلى حمل السلاح وإلى القتال مع الدولة المالية ويخشى أن يقع نفس الشيء في النيجر لأن أحد قادة التمرد السابقين في الطوارق في النيجر قد وضع السلاح وانضم الاتفاق مع السلطات وكان وزير دولة مع الرئيس بازم ومنذ يطاحت بالرئيس بازم أعلم بأنه سوف يحق موجود أن هناك توقع بأن الجماعات المسلحة تسيطر على العاصمة مالي كيف برأيك سيتعامل المجتمع الدولي مع هكذا تطور؟ أنا لست أدري السيطرة على العاصمة ستكون صعبة لا شك هم يعملون على إقامة الدولة في مالي ولحد الآن لم يقيموا نواة الدولة حتى في الشمال المالي الذي لهم وجود كبير جدا ويسيطرون نوعا ما على مناطق الشمال في كيدال وفي تنبكتو وغيرها ليست لهم السلطة كاملة فأحراف في العاصمة المالية أنا أتوقع بأن امتداده سيكون تدريجيا لكنه شهد وطير متسارع من الفترة الأخيرة سواء في مالي وسواء في النجر ويعود من الأسباب الكبيرة هو مراجعة بعض التحالفات في المنطقة من طرف الحاكمة للعسكريين بصورة مفاجئة ولا تكون مدروسة وما يذير ارتباكا لدى العسكر وخاصة بأن قيادته تنشغل بالسياسة أنا أعتقد بأن ما قالوا بأنهم أتوا من أجله وهو إعادة الأمن وإعادة السيادة في تلك البلاد لحد الآن هم بعيدون منها متى وكيف سينجحون في تغيير المنحنى إلى شكل إيجابي الله تعالى علم البوادر لحد الآن التي ترى لا تدعو حقيقة إلى الأمن بل إلى القلق هل برأيك حضرة العقيد أن الانتحاب الفرنسي من دول الساحل وأيضا وسط أفريقيا سيسبب حالة من الفوضى وهل هناك من مرشحين لملأ هذا الفراغ هو فعلا له عواقب وله تداعيات من أهمها الاستغلال السياسي الذي يعمل القادة العسكريون عليه لأنهم يوظفون كثيرا العواطف المناوئة لفرنسا لاستقضاب الرأي العام المحلي ولكن ليست هذه الإشكالية الإشكالية حقيقة أولا بنيوية ثانيا ضربية هناك ظروف بنيوية تتعلق بالحكامة سوء الحكامة تتعلق بتدهور البيئي والتغيير المناقل الذي يؤثر كثيرا على حياة المواطنين ويدفعهم بأحضان الجماعات المسلحة أي أن كان نوعها بالإضافة إلى ذلك فعلا إعادة الواجهة السياسية تشكل المشهد السياسي العالمي اليوم يجعل هناك إمكان اختيارات كثيرة لا تقتصر فقط على فرنسا ولا على أمريكا بل أيضا هناك الدول العظيمة التي ظهرت مؤخرا مثل إعادة روسيا لبعض قوتها وكذلك الصين التي في طريقها إلى أن تكون قوة العظيمة الأولى وكذلك دول مصاعدة أخرى مثل برازيل مثل تركيا هذه كلها تعمل ليكون لها موطئ قدم حيثما تقع أزمات وحيثما يعاد تشكيل الواجهة الجيوسياسية في المنطق والساحل هو اليوم أحد أحد تلك الأهداف الرئيسية للصراع الجيوسياسي العالمي نعم حضرة العقيدة المتقاعد البخاري محمد مؤمل البحث في شؤون الأفريقية والاستراتيجية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك